قضت المحكمة بالسجن النافذ في حق برلماني ومستشار جماعي وبمصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية وكل ما اكتسبه بعد 3 ماي 2007 وفي هذا السياق تمت إدانة برلماني سابق عن دائرة تونات ينتمي إلى جبهة القوى الديمقراطية ومستشار جماعي بمقاطعة المرنين بفاس ينتمي إلى حزب الاستقلال بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم كما قدت الهيئة القضائية بغرف محاربة غسل الأموال بابتدائية فاس بالعقوبة نفسها بوقوفة التنفيذ في حق زوجة وابنة وابن البرلماني السابق فيما قدت بمصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية للبرلماني والمستشار الجماعي وكل ما اكتسبه بعد 3 ماي 2007 تاريخ تنزيل قانون محاربة غسل الأموال لفائدة الدولة ومصادرة ممتلكات زوجة البرلماني وابنته وابنه لفائدة الدولة ترجمة نانسي قنقر